موسيقى صباحكم تحدي وإصرار نرحل مجددا إلى أقاليمنا الصحروية للمملكة المغربية لنرصد واقع المرأة الصحروية في المشهد السياسي وفهم ما ينتظرنا هو تحدي لنا جميعا مرحبا أكدت المرأة بأقاليمنا الجنوبية للمملكة التزامها بالسعي إلى تمكين نساء الصحرويات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفقا للمبادئ المنصوص عليها في مثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها واليوم في هذا التحدي سنصلت الضوء على الدور الفعال الذي قامت وتقوم به المرأة الصحروية عبر تاريخ المجتمع المغربي في تشكونه ثقافيا اجتماعيا سياسيا واقتصاديا تعزيزا لمكانتها واستشرافا لمستقبلها السياسي للرفع من مساهمتها في صناعة السياسات العمومية بالإضافة إلى الترافع عن قضايا المرأة الصحروية وتعزيز حمايتها الاجتماعية وحقوقها الكونية فما هي الجهود والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجيات والمخططات الوطنية والجهوية الخاصة بولوج النساء للمشهد السياسي فما هو دور المرأة الصحروية في المشهد السياسي بين الواقع والآفاق تساؤل نرفع به مجموعة من التحديات الراهنة في مجتمع التحدي ويسعدني كثيرا أن أرحم معنا بسيدة العريش حيات نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جهة العيون السقي الحمراء مرحبا سيدتي وشكرا على تلبيه الدعوة مرحبا لك أستاذة خليجة شكرا لكم أيضا مرحبا بورتيني يساعدني وجودك سيدتي المرأة الصحروية اليوم تتأرجح ما بين جذورها هويتها وأيضا تطلعها لعالم ربما مختلف عن البيئات الأخرى دعنا نقول بأي طريقة استطاعت المرأة الصحراوية أن تثبت ذاتها وأن تخلق هذا التوافق ما بين هذه النقاط كلها صحيح الحديث عن المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة الصحراوية بصفة خاصة وحديث صراحة مطول وشيق لا ينتهي طبعا مشاركة المرأة في إنتاجها في إرساء الدعائم للتنمية الشاملة للبلاد طبعا بدون شك الحديث عن هذا الدور هو دور ركائزي وطلائعي للمرأة الصحراوية بالضبط هو يعتبر مؤشر إيجابي ومقياس طبيعي لنهوض بأي دولة بحيث لا يمكن اعتبار أي دولة كيفما كانت وضعها أو ديمقراطية كيفما كانت دورها لما يكون هناك دعم للمرأة لا يمكن اعتماد على المرأة من جانب النصف الآخر لابد من التنامي وتطور المجتمع بدور المرأة الفعال داخل المجتمع المرأة الصحراوية فرضت وجودها داخل المجتمع رغم العراف رغم التقاليد رغم البيئة الصحراوية التي تعيش فيها المرأة المغربية الصحراوية استطاعت أن تتحرر من هذه القيود دعنا نقول هي ليس بالأمر الهيئة صراحة ليس بالأمر الهيئة باعتبار المجتمع الصحراوي المغربي مجتمع محافظ محظ ولكن بعد استرجاع الأقالي من الصحراوية من الاستعمار الإسباني كانت هناك قفزة نوعية للمرأة الصحراوية داخل التنمية أصبحت تفرض وجودها تضع قدمها داخل النسق السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي دائما المرأة الصحراوية تدافع عن الهوية الحسانية الثقافية كرافض من روافض الوحدة الوطنية أكيد واقع المرأة السياسية اليوم الصحراوية هل يتقطع مع باقي نساء الأخريات السياسيات يعني اللي يدخلوا ولجوا هذا المدمار أو المشهد السياسي يعني بخلفيات وتقاليد متبينة ومختلفة يعني كيف هو وضعها واقعها اليوم مقارنة بالأمس صحيح مقارنة هناك اختلاف كما نقوله بين اسمه والتراب طبعا المرأة الصحراوية من بعد الميزة اللي تعطات لها من بعد الفين واثنين العمل ببرنامج العملية الكوطة أصبحت دور المرأة كناخبة وكمنتخبة دور إيجابي أصبحت كمثيلاتها من ممثلات في سن تشارع بالمملكة أصبحت أيضا تنافس النساء وطنيا ودوليا أصبحت تفرض وجودها لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ليس بالسهل طبعا نحن دائما نقول أن الداعم الرسمي لنا ودائما مساند لنا بالخطابات السامية لصاحب الجلالة نصره الله كان دائما يساند ويدعم ويبعث رسالات لدفع المرأة إلى الأمام في إشراكها في التنمية الشاملة للبلاد هدفي متعلق بالمرأة السياسية الرجل السياسي الصحراوي هل ربما كان عليه الأمر سهل أنه يشوف المرأة السياسية الصحراوية مثله في البرلمان نائبة برلمانية صحيح الرجل الآن هو ليس رجل الأمس أكيد العقلية تتغير تتغير مع الظروف تتغير مع المناخ تتغير مع طبعا نحن هوية شوي كتكون عندنا شوي للتقاليد والأعراف دائما المرأة في البيت من بيت أبيها لبيت زوجها من بيت زوجها إلى قبرها ولكن اليوم تغير الحال طبعا إلى ما هو أفضل أصبح يساندها أصبح يشجعها أصبح هو السند نلمس مقاربة النوع هناك مقاربة رغم أنها ضعيفة توجد مقاربة نوع الحمد لله دائما الرجل الصحراوي يقدر المرأة الصحراوية هذا عرف هذا بالسنين قديمة دائما يعطيها مكان يعطيها مكان مرموقة داخل لا في أسرتي ولا في المجتمع ولا أمام الناس طبعا هو مشجع لها ومساند لها في أي دومين في أي مجال لا في النسيج الجمعة وتجد أمامه في الانتخابات الاستحقاقات الانتخابية كان دائما لها نحن في الصحراء المغربية طبعا نجد سند قوي لنا وهو الرجل طبعا أنت كحياة مرأة سياسية هل واجهتك إكرهات معينة؟ بغض النظر أنا كحياة المرأة دائما تواجه إكرهات طبعا أنا كمرأة صحراوية أنتمي إلى الأقاليم الجنوبية طبعا هناك إكرهات دائما لا بد القوة للرجل لا بد أن الرجل يكون هو للأمام دائما رجل هو رجل المرحلة والمرأة تكون في الدرجة الثانية لكن نحن نراهن ونتحدى هذا الوضع لا بد من الاستمرار لا بد من النظال في هذا المجال أنا شخصيا ليس بالأمر الهيين يعني جيت ودخلت الانتخابات طبعا كان تحدي تحدي نحن من برنامجك طبعا تحدي نحن هنا نوصل رسالة النساء جميع النساء الصحراويات لا بد من فرض أنفسهن والتحدي ليس كسياسيا في جميع المجالات أنا أقول كيف تقيمين اليوم المشاركة السياسية للمرأة الصحراوية اليوم كيف تقيمينها؟ المشاركة السياسية بصفة عامة أصبحت تمثيلية ثلث للمرأة في الاستحقاقات الانتخابية أيضا مشاركة النساء الصحراويات لا زالت في المجال السياسي متأرجحة بين الأحسن والمتواضعة نجد المرأة الصحراوية في النسيج الجمعوي فاعلة نشيطة فيه لا مع أخيها الرجل ولا مع بقية النسوة دائما فهذا المجال هي اختصاصها لا في الجمعيات لا في التعاون هل يمكتنع اليوم؟ راضي عن ما حققته المرأة الصحراوية اليوم السياسية؟ أو الفاعلة الجمعوية؟ طبعا نحن لا بد من الرضا عن نفس في أي خطوة تخطيها نحن في بداية المرحلة دائما نقول في بداية المرحلة لا بد من تطبيق الفصل 19 من دستور 2011 وحداعش اللي يدعو للمناصف والمساواة أنا دائما موجهة رأيي نقول عن لا وجود للمرأة ورجل يجب إلغاء هذه الصفات يجب قول المواطن لأن القانون لا يحدد هذه مرأة ولا هذا رجل لا بد من يكون هذه مواطن أو مواطنة القانون يطبق على المواطن لا يحدد على مرأة ولا رجل لا بد من الموازنات لا بد من تكافؤ لا بد من يعطاء فرصة للمرأة لإثبات الذات نعم طيب سيدتي المرأة اليوم سحروية المغربية حققت مكتسبات ومجزات مقارنة بالأمس القريب لو حاولنا أن نسطر هذه المكتسبات فيما يتعلق بتدبير الشأن العام مثلا المرأة كما قلت لك بحراء قلت لك عنها في خطواتها الأولى في تدبير الشأن العام نحن أنا أسمي دائما النساء تساوي الحكامة الحكامة من مبادئها التدبير وحسن التسيير المرأة تساوي المؤسسة حكماتية في حسن التدبير المرأة إذا وضعت طبعا نحن لا نمثلك عضلات التي نمثلكها الرجل في أكثر هذا هو الاختلاف لكن اختلاف الثاني في اللقاء أنا نرضى بهذا الاختلاف ونقتنعين ومدركين أن هذا المنفر ولكن في مجالات أخرى نحن نتفوق نحن نستحق نحن ذات كفاءات عالية نعم المغرب بصفة عامة المملكة المغربية لها نساء رائدات نساء الحمد لله في مناصب عليا لا بد من إشراك أيضا المرأة الصحراوية في صنع القرار مراكز صنع القرار صحيح لا بد من إشراكها فيه لأنها فاعل أساسي وركيزة أساسية للدعائم لا للدعائم التي أتت بها الدستير ولا القوانين لا بد من فرض وجود المرأة الصحراوية في صنع القرار في الشأن الإداري والشأن السياسي راضون يعني أو راضيات نساء صحراويات عن هذه العتبة التي وصلت إليها المرأة الصحراوية السياسية؟ طبعا لا بد من تشجيع وتحفيز إرضاء المرأة غاية هذه المكتسبات ما حققته المرأة منذ البداية إلى اليوم؟ طبعا هناك بعد 1975 كما قلت لك كينا قفزة نوعية لدخال المرأة في 200 هناك مكتسبات حققتها طبعا المرأة الصحراوية لا وطنيا ولا محليا ولا دوليا أصبحت تفرد وجودها بشكل ملحوظ أصبحت تذهب للمنتديات ترافع عن قضية وطنية ترافع عن حقوق الإنسان ترافع عن النساء المعنفات ترافع في أي موضوع تطرحي فيه المرأة الصحراوية تجبرها الحمد لله ذات كفاءة وترافع عليها بواحد الشغف وترافع عليها بواحد المسؤولية حققها فيها بشتمثل المرأة الصحراوية هل لديك تحفظات مؤخذات مثلا عن ما وصلت إليه المرأة السياسية الصحراوية ربما تطمحنا إلى أكثر من ما وصلت إليها هل لديك مؤخذات كمرأة سياسية؟ طبعا نحن كمغرأة الصحراوية مغربية لنا مؤخذات لنا ملاحظات لابد من إشراك المرأة في صنع القرار أنا دائما أقول أن المرأة الصحراوية لابد أن تثبت وجودها في صنع القرار نرى غياب نطمح أن نكون مرأات صحراويات في الوزارة نطمح أن تكون في مناصب عليا نطمح أن تكون مسؤولة إداريا في مراكز عليا نرى غياب للمرأة الصحراوية رغمنا الحمد لله كين كفاءات كين حضور كين دليل وحضور الله يجزيك كان بودنا حتى لا تفتني الفرصة كان بودنا تكون معنا برلمانية أخرى زميلتك صديقتك ولكن للأسف تعذر عليها المجيء لالتزامات مهنية كان بودنا أنها تكون بجانبنا هنا ولكن فرصة أخرى تكون معنا إن شاء الله طبعا أنا دائما أقول أن لا مجتمع كيفما كان وضعه السياسي الاقتصادي اجتماعي لم يكن هناك تطور وتقدم وإدماج المرأة داخله لا يمكن الاعتماد على المجتمع ونصفه الآخر معطل لا يجب الاعتماد على الرجل فقط فعلا لأن المجتمع لن يتقدم ولن يتطور إذا كان معطوبا هذا هو بيت القصيد هذا هو بيت القصيد لا بد من إشراك المرأة والمرأة الحمد لله للمرأة بصفة عامة أصبحت تحطيها في مجال وتجبرها قد المسؤولية يعني كتخدم بواحد الاندفاع وكتخدم كتعطيك نتيجة نهائية جيدة جدا مرضية مرضية طبعا طيب لأنهوض وضعيات المرأة الصحراوية السياسية وتعزيز المكانة ديالها في المشهد السياسي ما دي يلزمنا سيدة فتحة؟ حياتي حياتي طبعا المرأة السياسية الصحراوية يلزمها التحجيع يلزمها الدعم يلزمها التعليم يلزمها التغطية الصحية الشاملة طبعا لبناء الدولة الاجتماعية هذا من ركائزها وطبعا من ركائز بناء المرأة نحن المرأة الصحراوية ليس كباقي المدن نحن نتكلم عن رأسنا من 75 الأمام هذا إنجاز في حد ذاته لازم توفير تعليم بصفة عامل لأن التعليم هو العتبة القادمة للنج والفرض الذات لم يكن تعليم لن تكون هناك امرأة سياسية صحراوية داخل المملكة المغربية لابد من إعطاء للمرأة أهمية ومكانة مرموقة التي تستحقها نعم نحن نستحق الأكثر نستحق الأفضل هذا طموح طبعا هذا طموح وهذا رهان رهان وطموح صح؟ طبعا هذا رهان وطموح للمرأة الصحراوية في المشهد السياسي لا بد من إدخال المرأة بشكل أفضل لدعمها إدراجها في التنمية الشاملة لأنها هي مكون وركزة أساسية داخل المجتمع ساهمت المرأة الصحراوية المغربية السياسية في تشكيل المجتمع المغربي ثقافياً اقتصادياً سياسياً اقتصادياً أيضاً يعني كيف كان هذا التشكل على ماذا اشتغلت المرأة الصحراوية عموماً؟ نتحدث عن المجال الاقتصادي حتى يعني الثقافة الحسانية يعني واحد الحماية لمنحوضة وملفتة للنظر يعني فعلاً كان واحد الحفاظ على هذا التقافة الحسانية طبعاً من لا هوية له لا وطن له أكيد طبعاً والرافد الحساني هو رافد من روافد الهوية الوطنية وهو مدرج في دستور 2011 مرأة الصحراوية تدافع ولا زالت تدافع عن هذا الرافد الثقافي الحساني نجدها أيضاً في النسيج أنا دائماً أقول أن المرأة الصحراوية تجد نفسها أكثر في النسيج الجمعوي تعطي أكثر لا بمشاركة الرجل أو بقية النسوة تجدها منتجة تجربة مقاولة مستثمرة عاملة في مجموعة من القطاعات المثمرة والمنتجة هذا اقتصادياً واجتماعياً أما سياسياً صحيح المرأة الصحراوية كانت لا تذهب للتصويت الآن أصبحت ناخيبة ومنتخبة طبعاً أصبحت تنافذ قفزة نوعية طبعاً أصبحت تنافذ النوع الآخر طبعاً أصبحت ناخيبة ومنتخبة وخير ودليل الحمد لله نحن في جهة العيون الساقية الحمراء أصبحت تمثيلية تشريعي داخل برلمان خمس نساء الحمد لله كلهم دو كفاءة ودو تعطل أفضل للمنطقة دائماً أقول أن هذه ليست نهاية الطريق إنما هي البداية والبداية أيضاً صعبة لا يبدأ من الكفاح والنضال من أجل إثبات الدات وإثبات الهوية كانت عثارات كانت عثارات كانت عثارات لا من ناحية المجتمع يقول لا المرأة مخصص بكل مكوناتي بكل مكوناتي كان دائماً ثقافية والاجتماعية صح يعني المجتمع عادة كيمرس وحي السلطة طبعاً شيء نعم أبينا طبعاً له سلطة أنه كيمرسها في بعض نحن أول شيء مجتمع شرقي عربي نعم يعني دائماً المرأة تكون على جنب ما بالك مجتمع صحراوي يعني كانت دائماً المرأة في بيتها وخاصة المرق وخاصة عدل ياسر المسايد يا غير الحمد لله المرأة الصحراوية في هذا الجيل الأخير بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصر والله أصبحت تفرد وجودها أصبحت تعطي ما هو أكثر لذاتها داخل التنمية طيب سيدة حيات يعني آليات تشجيع المرأة الصحراوية لوروج السياسة يعني غير بالأمس القريب ربما كانت المرأة عازفة عنها كان وحد العزوف لأنه كما قلنا كان تقاليد كان عراف كان المجتمع لي هو محافظ ولكن اليوم تغيرت الوضعية وتغيرت الذهنيات وأصبح يعني ربما نلمس يعني أصبحنا نلمس مقاربة النوع في المجتمع الصحراوي المغربي وكباقي ربما في المجتمع المغربي ككل آليات ترصيخ أو تسجيع المرأة المغربية الصحراوية على أنها تولج عن قناعة واقتناع أنها تخل للمشهد رغم الصعوبات ديالو عارفين أنه عنده صعوبة صحيح كما قلت يعني السياسة ليست بالأمر السهل صح صح السياسة في الأقاليم الصحراوية ليست بالسهل على المرأة طبعا لكن كما قلت هناك مساندة من الرجل من الرجل طبعا الرهانات التي كتراهن عليها المرأة الصحراوية سياسيا هي رهانات أولا لضمان الوحدة الترابية بالضبط طبعا هذا أعلى يعني طبعا نحن كصحراويات مغربيات حتى لا يقال هناك تهميش للمرأة الصحراوية نحن موجودات نحن في المكان الصحيح تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نحن نساند أخانا الرجل نحن الهدف الأول في الأقاليم الجنوبية هي الدفاع عن الوحدة الوطنية سواء نساء أو رجالا سياسيا الهدف الثاني للمرأة الصحراوية داخل المناطق الجنوبية هو فرض الدات صعب كما قلت الأعراف والتقاليد التي تحكم المرأة طبعا نحن في مجتمعنا هناك احترام للمرأة ولكن دائما احترامها في بيتها مكانتها يمكننا أنه خط ناظم خط ناظم ما بين خروج المرأة ما بين هذا الاحترام طبعا ولكن ما بين خروجها المجالات ربما كانت حكرا على الرجل هناك أنا أحسبها نوع من الغيرة يعني خاصة المرأة تمرق شرع يعني رجع لخاصة مجتمع رجالي غيرة رجالية ولكن نحن نحسبها غيرة دائما نقول هناك تحدي يعني لما كانش تحدي للرجل معاش كل مرأة فرضة وجودها أنا من هذا المنبر نشجع النساء الصحراويات لولوجهم إلى الحقل السياسي لأن هناك لابد من وجود تنوع ووحدة في نفس الوقت لما كانش تنوع ووحدة بين الرجل والمرأة داخل أي مجتمع لأن تكون هناك تنمية شاملة لابد من استكمال الركائز الأساسية وإحنا أهم ركيزة طبعا داخل المجتمع الصحراوي أكيد أود أن نخطيب رسالتك لكل مرأة مغربية في أي مجال آخر يعني نموذج ديلك سيدة حيات هو دليل على أن تحدي ليس مستحيلا ممكن في زمن أو في مجتمع ربما عرفنا مجموعة متحولات الاجتماعية القيمية ولكن تحدي ممكن رسالتك لكل مرأة الآن مغربية صحراوية تشاهدنا في هذه اللحظات ماذا تقولين لها؟ كتحدي طبعا رسالتي لجميع النساء المغربيات خاصة الصحراويات هي رسالة تشجيع ودعم رسالة الله يوفق كما يقولون الناس رسالة لا بد من تحدي في التعليم لا بد من تحدي في المغامرة يعني أنا كنحسب في أي مجال لا بد من وضع قدم للمغامرة ما تقوليش الله هذا حكر للرجال وخاصنيش نزعم وخاصنيك لا بد من وجود هناك تضحيات لا بد من تضحيات في الأولاد في الرب البيت لا بد من فرض وجودها داخل هذا النساق الاجتماعي لا تكتمل أي دولة لا تكتمل أي تنمية لأي دولة لم تكن هناك نهوض وتطور للمرأة أنا أقول أن طبعا الخطابات السامية لصاحب جلالة وآخرها كان خطاب للشباب في عشرين نغوشت كان داعمة وركيزة مهمة للدفاع للمرأة نحو الأمام وتغيير مدونة المرأة ومراجعتها بشكل شمولي هذا يعطيها واحد دفعة إيجابية للنهوض بنفسها للأمام رسالتك للرجل المغربي استحراوي كمنافسة زيازية رسالتي للرجل طبعا نحن ما كان نقله من قيمته هو السند هو الأخ هو المفصل دائما في الأمور الصعبة رسالتي له هو مزيد من التشجيع مزيد من الدعم مزيد من المساندة لا بد إعطاءنا فرصة تقعد ناجحة قد تكون فاشلة ولكن لا بد من إعطاء فرصة لأننا نحن كنساء نحن نعتمد عليهم طبعا ولكن في إطار دائما فصل 17 من دستورة 2011 مناصفا دائما دائما إذن كشكرك جزيل شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك بهذا سنصدر استطار على تحدي اليوم ممتنى لكم مشاهدنا لكرم متابعتكم شكرا أيضا لبرلمانيا حياة العريشي شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لفريق الفريق الرائع وليبقى دائما رجاء في لقائكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي شكرا لك